ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر لأننا نهر النيل يأتي من كينيا ويأتي من رواندا ويأتي من أكثيوبيا ويأتي من رواندا إلى آخره أو التي تنجر ألي النيل يأتي لأن السودان ويأتي عن المصر ولكننا نحن تسمى مسيرة ونكمن بعدها مسيرة العمل الإنساني ليس لها ثقافة معينة ولا فكرة معينة ولا مذهب معين ولا جنسية معينة ولا عدقية معينة ولا تاريخ معين هي منذ وضع التاريخ إلى نهاية الله سبحانه وتعالى الأرض صلى الله عليه وسلم نعمل الإنساني الآن أصبح مؤسسي الشغل القديم بتاعنا كده يعمل وعليش ما فيش تقارير ما فيش مراجعة مالية ما فيش مراجعة تخليمية ما فيش قياس للأسر بتنتهب الأمر الأول أن كثرت المؤسسات اللي أفسدت العمل كثرت المؤسسات اللي أفسدت العمل وأصبح المتبرع عند الوقت أو المانح يخشى أن يُعطي الأموال للأحمر نمر أثنين أن المشاكل كتبت كثيرة وأصبح متبرع عند الإقراض على مواكبة حاجة الناس كيف يشوف ما هو الأقوى نمر أثنين قوانين مكافحة الإرهاب ومغسل الأموال اللي أصبحت تقيد كل إنسان في العالم ولا أصبحت العمل الإنساني أضعف المؤسسات اللي تؤثر عليها قوانين الإرهابية ومؤسسات الإنسانية وأنها هي المطير يعني تقيد كل التحويرات المالية في العالم والقياة الأمر الرابع اللي هو عدد المؤسسات الكثيرة اللي نشأوا وإحنا مش عادفين هم مين الأمر الخامس السوشال ميديا اللي هو تواصل اجتماعه من الصوت اللي ممكن تعرض تجمبل القبيح وتحسن الوحش وتستر على العلو الأمر السادس نسبة الشباب في المجتمعات وإن هم سريع التلقاء والتبرع إلى آخر ميزة من ميز العون المباشر إنه في الحملات بتاعتهم بتاعت اللي هي على السوشال ميديا أو على التواصل معي هم أقوية جدا بس إحنا برا تجعلنا نكون أقوية في الميدان واضح خمس أو ست أشياء دول بتجعل مننا بشر لا ينام خبت الجمعة جميلة لكنها لاست كافرة الموعزة جميلة لكنها لاست كافرة تحفظ القرآن جميلة ولكنها لاست كافرة تحفظ القرآن جميلة ولكنها لاست كافرة حفظ الأحاديث جميلة ولكنها لاست كافرة الكافرة إنها أطبق من أحول الحديث والآية والخطوة والموعزة إلى عمل وهذا أكثر تحدي لنا. أضغب مثلاً أحد أصدقائنا من التجار الكبار كان يصرف خلال عشرين سنة لفترة. عمواله على المدارس الدينية. لأن بعد عشرين سنة أولاده على المدارس يرثوا المؤسسة منه. كانت هي مؤسسة عائلة يعني. المدارس المدارس بكل عبيد لأنها رواتبهم في السوق أقل من الرواتب العادية والحكمة ما بتاخدوهمش. أنهم بيتجوا ناس السوق مش عايزهم. المجتمع مش محتاجة. فالعمالية بيجي بالعدل. العملية ليست بالعدل. زي كان فيه تعليم السوق المحتاج إيه? المحتاج زراعيين. المحتاج إيه محتاجة. مش مجرد إن أنا بجيب الشخص هحفظ القرآن والسنة وفرح. طب كويس. وبعدين. حيشتغل إزاي? عندنا عشرين ألف حفظ بالقرآن. كويس ممتاز. وبعدين. المهنة اللي هستطيع يتكسل منها آآ رزقه إلى آآ. حيكون فلاح. حيكون داجر. حيكون مدرس. حيكون طبيب. حيكون أستاذ في الجامعة. حيكون محاضر. حيكون فنان. حيكون 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 أو حتكون. يشبه طبيب. تلك أيها الرجل أو المرأة. فهو نحن من علم الدين يعني إيه؟ راح قدمت بيضرب حاجة مردنا. أن دم مرضوخ للعلم علماء. علم الشرعي. والعلم الدنيا. وعلم الدنيا. علم الدنيا يعني نبقين بها الكرن الحياة التي نعاشي فيها. من زراعة، للتجارة، للتسويق، للتعليم والسياسة والأعلام والعلم الديني ينقيني من الداخل أو يبني شخصيتي من الداخل يعني كأننا لدينا حاجتين بناء داخلي وبناء خارجي أنا مكلف وأبني من أين؟ أبني نفسي ونفسي لما زوار وما زكى ألهمة فجرة وتقوى وتقوى التسويط النفس زي ما أنت بتكشف مبنى حلها حلو ازاي؟ صح؟ ونجوى المبنى ده وقت في عموين صح؟ في عموين كده تعالي تعودنا من الداخل انت بتتكلم تسويط النفس فكين بيسوي نفسه؟ خلاص؟ وبعدين علمي الدين وبعدين علمي وديني يسوي المجتمع لان الدين أنا باخده معي أصلي وأصوم وأذكر ربط الله سبحانه وتعالي لو لما يتحول هذا إلى أخلاق مجتمعية إلى سلوك مجتمعي أنا معملش حقا فأنا أعلم الدين علشان أحول الأخلاق تستطيع أن تتحكم صاحب المهنة صاحب المهنة ودينما يسألوه أواحي الموحة عليك أواحي الموحة أواحي المشورة صح؟ نعم وحي الموحة عليك في الترقيح في التمر وفي توزيع التمر على اليهود وغير اليهود وفي البيل بتاع بدر ها؟ ده تسألوه أنهم لا مش مش وحنا خاص ديني نحن لمين لأهل الدين فاسألوه أهل إيه؟ أهل الذكر أهل الذكر مش هما فقط أهل الدين أهل الذكر معناها أهل كل المهنة وحسن فلولا نفرق من كل فرقة فلولا نفرق ها النفر من الفذعة نفرق من كف الفذعة ها؟ من Driving من كل فرقة أنت庭 مثل مائلة غير مائلة غير مائلة غير مائلة أو مائلة غير مائلة او ألف غير مائلة فلولا نفرق من كل فرقة الطائفي نحن بالتشرف لمالتدات الموحن سي llevعائل فلي هل يصحني سي των Prestoh مائلة غير مائلة طائفة رعاة البقر طائفة التكترة طائفة كذا طائفة كذا طائفة كذا يبقى الهبى والفزعة لنا كل ده. لكن في كل فزقة في طائفة متخصصة. فلا بد يكون تخصصنا مدنية على قيم مجتمعية اخلاقية منبسقة من الدين. تحكمنا من من الداخل. تحكمنا من الداخل. دي قاعدة. مهمة جدا اننا نعرفها عشان نستطيع اننا نساء في العمل الانساني بالذات. اننا عمل الانساني بيجعلنا اننا نتعامل مع اضعف فئات المجتمع. النساء بالذات. اللاجئات بالذات. المغتصبات بالذات. العمل بالذات. استكلتنا النساء بالذات. والمرأة الضعيفة خطيرة. لانها ساحل بدا ان الانسان يقويها. وده اللي حاصل. لكل مكان كان فيه مين لألينا هنا احنا في افود. هنا واحد المخيمات. اعتقد من هنا. واحد المخيمات هنا من السوداء لان عدد الفacle المسعد نلاقه فيه متين من تنوع لكا؟ ما دلان ؟ عدد اطفال من الاطفال اكثر من حد الزكور الموجود في مورفاية فرد اللي هو المفضل انه ايو نعرف ان احنا نعرف ان عمال الاجاثة هم الاباء الغالي شفرعين هؤلاء ايه الاطفال ده عارف كم تصير رجل والاطفال متنطفل شو تقول دي ايه؟ بحذاري حذاري ان احنا فتعملنا التعامل كيف يتعامل مع المرأة بالذات خاصة اغلب هؤلاء النساء لاجئات نازحات وشردات وعندهم اطفال وحتى جذب يكون غاية او يكون قدر اسباح المرأة منين مرة واحدة فانتو فانتو مكلفين برعاية هؤلاء النسوة وهؤلاء الاطفال وهؤلاء مشايع فالمسئولية المسئولية علينا وعليكم انتو بالذات عشان انتو في الميدان عظيمة 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 لان انت بتمثل كل واحد فيكم بيمثل للمرأة دي على المدفل دا على الشيخ على المريض وبالأيض الألغاة من المدينة مملأ الحاسب من المستخدم من لمسا needed حذاري ان لا تنجز المهمة. انتوا اصحاب قيمة حذاري لا تطبقوا قيامكم في مجتمعكم. سحب القيمة كده طبقنا عدود في المجتمع. ولذلك زي ما انا قلنا ان نعمل الانسان يصبح معقد الآن ومراقب من كل جهة في العالم فاحنا نكون حذرين في ما نقوم به وما نقومه وما نقوله حذر. ان انتقلنا من مرحلة الدروشة مرحلة يعني طيبين وكذا وكذا الى مرحلة تل اسلاموفوبيا. يعني في نهاية الحرب الباردة ما بين المعسكر الشرقي اللي هو الاتحاد سبيتي والمعسكر الغربي اللي هو امريكا واوروبا. كنت انا افتكر مؤتبا في اصله كانت ميسس تاتشير والرئيس ليجان قاعدين بيكلمه كان دائما بيقوله الشرق الغربي قبل ان يهيه ينهار للتحاد السبيتي. بعد حرب افغانستان وانهيار التحاد سبيتي وهزيمة التحاد سبيتي ونتفكر التحاد سبيتي الى دول. اصبح يقول الشمال والجنوب. الشمال ووروبا. والجنوب في افريقيا واسيا اللي هم اغالبينها مسلمين. فالاسلاموفوبيا بدأ يعلن عنها رسميا منذ منتصف التمينات. وهي الان في قمة المدينة. ويغلي في الاسلاموفوبيا ايه? الترهاب المصطنع. والجماعات المدعومة من جهات مشبوهة وتأتي لتفاجة ايه المجتمعات. فحذاري حذاري 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 حذاري. هذه المقدمة. انا ممكن اكمل الكلام كمقدرة او اكملوا كاسئلة احسن. شباب. اسئلة احسن? اشتركوا وكلوا عني سانة شؤال. طب يلا. نبدأ باول سؤالة. انا حروض على كل ساعة. ان شاء الله. فضل. اول سؤالة. انا قلت لكم انبلاب في عيدة. قلت عشان اشتغلت عشان اشتغلت عشان اعوش في البيت. ها? فضل. انا انا افتتك اي ما فيش حد حيابشي مغم يسا. انا انا انبتاد او لابشا ولا اي حال. انا عاد لب. طب الروس. الله. انا اولاً في هذا المفتت jotaku. اه وهو لقاء استئنائي ونادي فأظن يعني من 2007 في 2007 ومن ثم 2007 و2017 كم؟ ناشل سنس يعني الفرصة دي لا ندري متى يمكن أن تعاد فلذلك ونحن أمام هارم هارم من المحضين هارم من المحضين يعني من العمل الإنساني هو هو فقر للأمة الإسلامية ببقر هاني بنا هو فقر للأمة العربية الإسلامية والإنسانية الحمد لله لذلك يعني نستغلل الفرصة نستخدم قدر الإنسان يعني بالمقسمة دكتور هاني أنا لدي السؤال عني وكنتوا لدينا جميعا نحن بالنسبة للمنظمية العربية المباشرة كيف يتم مجد عن داخل منظمات الإنسانية وهو أن قريباً أكثر من 8% من شغلنا هو ثابت ومرتب يعني في المراكز يعني تعاملنا بالدرجة الأولى مع أيتام أيتام ومستطعقين أو يعني مستفيدين سابقين يعني في أحيات في المدن في كشف فتدخلنا في مسألة الزاجئين وفي مسألة أزمة الإنسانية يعني هو يعني حليل يعني فهذه الفئة فئة أيتام وفئة أسكولار يعني يعني الرعاية الاجتماعية والسعليمية هذا يعني نحن لحظة الآن يعني نبحث عن أهداف كبرى كيف نحققها يعني نحن نستغل الآن كما قلت من المقبل يعني لا زال أسوية عندنا رواسب من القديم بالبرك يعني فكيف نستغل من منطق العمل بالبرك والله الحمد لله وخدرنا كذا وخدرنا كذا والله الحمد للغاية عندنا جيدين كذا إلى عمل يعني يعني بأهداف بأرحام بالقطة يعني القطة يعني القماسية يعني أنا في الأيتام مثلا هذه السنة ماذا أريد من الأيتام بعد 5 سنوات وماذا أريد من المدارس يعني نحن نحاول أن نقيم التفكيرنا على هذه الطريقة يعني سابقتكم ورايتم ما تعيدون يعني الأسئلة أكثر يعني طيب الحمد لله صلى الله عليه وسلم طبعا الكلم يقولوا بسم الله ومشاء الله كلمة مهمة جدا أن نشتغلوا على الأرض المجتمعة الأرض الواقعة وذلك الشغل يختلف تماما عن الشغل الإغاثي يعني الإغاثة الإسلامية تشتغل على مستوى الإغاثي كان هو الإغاثة الإسلامية في كلها 24 ساعة يكونوا عنا في الفيديو ده كايب ده كنتمينات وتسعين ها كنتم في يعني ما فيش يومين تلاتة اللي ما تليهم هم هناك تتميزوا كده كنتم أنتو تتميزوا بأنه تطير من النسيق المجتمع من الدعا نسيق المجتمع للسهل أبداً بالصعب أن كل طفل من الأطفال المجتمعين دور مشروع الواقع لكن كيف تجعل المشروع ده اللي هو بذرة تحوله إلى بابة مليئة بالموارد لبقى لابد أنك تختار أرض الصالحة والبذرة الصالحة والمناخ الصالح والفلاحين الصالحين ولابد أنك تقيم أعمالك على أوقات شغلة بقى التبرعاتية على أنها أفضل يعني لابد أن يكون على الأقل نحن بنخطط الفتلال العشرين سنة اللي جايين اللي بكوننا نحن خططنا من أطفال أن يكوننا في كل بلد الأوقات متميزة تستطيع أن تدير المصريف الدلائية والمشاربون سيرك المشاريع منها من أموالها ولو أنت تريد أن تخطط لمستقبل دي كان مثلا وجامعة هارفور كما تدير المصريف الدلائية في أحد الجمعيات في مصر من سبع سنين تقريباً أو من سبع سنين كان وقف الهارفورد 40 مليار دولار المقيمته 40 مليار دولار لمن حوالي من سبع سنين هذا بحد ذاته لو أقل عائد فيه حيستطيع أن ينتقل مثلاً جمعة زي هارفورد أو غيرها حابت تعمل فيلم فيلم من هوليوود حابت تعمله يتكلف نصف مليار دولار نصف مليار دولار لا نصف مليار دولار لم يكن أغير سخفت العالم كله سلباً أو إجاباً أغلب وسط لندن من أغلب عدل العالم تملكها كثير من الكنيس الكنيس الكنتبريد أغلبها لقبل البرلمان وبنبالي جميلة 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 عمصنا عليها العملية مش عملية عملية وقف العملية كيف نحافظ على اللقف وكيف لا تهدى الأموال وقف ومن سيدل وقف شربط لي وحربط لي ما ينفعش هل فين شربط لي وحربط لي عن ايه؟ الأخرة طيب خليه ندل وقف لا حيفشده شكراً مش عايزك بستأجيره يا أنس نفهم سجيلة القوية يعني القوية في المهنة في الخبر في المعرفة دوما من أهل الذكر من عمين جزاء الله خير عمين من غير القوة حيث ما ينفعش المجتمع كويس نفسه لكن مش كويس نقول المجتمع لذلك سيدنا بعمار عمر رضي وعند كان يقول لك اللهم إني أشكو إليك عجز أو عجز التقيم وجبد الفاجر بصد اتخذ ماشي كده ونم من حيات ذا مش كده المرأة واحد ماشي في الشارع كده في المدينة ومضقت قراصه كده ومسخوا بالضرر وضربوا على طهر اللي يفوا على راسي ها؟ بتقول ليه؟ بتسمعوا بتسمعوني بتقول ايه؟ لا تبيت علي الدينة لا تبيت علي الدينة لا تبيت علي الدينة برد أمانتك الله أمانتك الله ماشي كده تعملني كده؟ لا تبيت علي الدينة فلذلك الجزء اللي جاء بتاع الدين اللي هو الوقف الجزء الآخر ان انت تربي كفاءات داخل المؤسسك لازم 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 سريكات تجارية حلوة بتاع البزنس وكذا 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 تعمل لكم دورة ايه كويس بس فين الخبرة الواقعية؟ فين منابسة الناس؟ فين التجارب بتاعكم؟ فلا يبد يسرب من المدنيين على الأقرب من خمسة إلى عشرة في مئة كل سنة لتدريب ورفع كفاءة كل العملية والعمل اللي مش عايز يرفع كفاءة هلو جاء تكبر الله خير العملية مش مؤمنة مش تقبيل ديوم بلد عقود لمدة سنة ثلاثة، خمسة، عشرة ولكن تلاك على العقل كل ستة أشهر المدين يبقى انت مش انت متعرفة كده باب انت شك شك لك نايم كده باب 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 ها؟ ها؟ نا المدير ما فيش حد يا عادي بتحقييده لما عملوا تقييم كل ثلاثتوشة وستوشة متقالية من غير الظلم احنا من نواصف المواصف قول له والله ده وصفك الوازيئة ودي مهمتك ودي مراكعاتك من أنجزه من لننجز نعلمه مرة واتنين وثلاثة وما فيش فاية فانجزك ملاخير مع السلامة فضل روح ها؟ خليك قاعد كده عشان ما تلطحنيش ها؟ ها؟ فدي نالك تانية بسعب نعاين الناس لعشرات السنين دون انه قيمهم وبقال لنا منحس انهم مش قادرين يعملون انهم رفتنهم مرة واحدة ليه؟ طبع انت في العشرة السنين انت عاينهم فيهم ضيور قيمتهم؟ تدربتهم؟ احبتهم؟ علمتهم؟ لا يبقى هو ده جزء ان ده ايه من الامر بتاعنا انا اللي هو شرح جزء ان ده ودمية المواد البشرية في الميدان هي جزء المشروع هي جزء المشروع مش ده مش مصري فدرية يعني انت مثلا هتعمل دورة للمكتب هنا في الف وبي وبيبو ده في الزمن عشان عندك مشكلة ده جزء المشروع لا يوجد كهرباء لا يوجد منزين لا يتحمل على المزيد المشروع اقول لا كل سنة يبقى نتكلم على الأفضل ومخرجون المشروع ومخرجون المشروع قياس الاثر هلنا باننا 35 سنة وعننا 25 سنة شغالين قصنا اثر حفر الابار على البيئة قصنا اثر تعليم الاطفال على البيئة وعلى المجتمع ولا ما عندناش اي نتائج لا وده بيكلف فلوس المشكلة اي بقى يا اخ سلام ان احنا عايزين اخذها مقشرة مية جنيه مية جنيه يصرفوا على المشروع بقى طب والاصل افعل الفلوس عشان انا اجل اه عشان انا اجل اشوف قيمة صرف المية جنيه دي بعد السنة ما عايز كمان عشرة جنيه لا انا اشتفهم المية حتى الدراسة القبية شفت مان وما بيش مشروع الميز من غير دراسة من غير دراسة تويت بان لا رحمة تاهم لا لا ننتكلم عمال لا ننتكلم عمال ننتكلم عمال حتى في الامات الاسلامية حتى فوقس فيام حتى سبدا سبدا شعب لابد من دراسة جدوة. او بحث حالي او دراسة حالي. وبعد لابد اللي يكون في ناس بترعي مشروعه تقيمه. وهنبعر ما انتهي مشروعه تقيمه من قيس ازره. بالطريقة دي اعرف ان انا خلال التعليم سنة انا عملت بيتي. وإلا لو حسبت كمية المال اللي جمعته اي مؤسسة انا مثلا انا مثلا اولي انا مؤسسة فيها من مؤسسية صرف اكثر من مليار جنيه. خمسة وثلاثين سنة. هل احنا خييم من مليار جنيه لصرف ازاي? ها? واصلهم ايه? ما خييم من اهمش. ده الان اصبح فرض عين من اول طريق. ان انا اخطط. انا بس انا عايز اعمل استراتيجية لتشال. عايز اعمل استراتيجية لتشال. تشال فيها موارد مائية صح? فيها موارد حيوانية. فيها موارد زراعية. فيها كل اللي انته عايزين? فيها موارد سماكية. صح? كل حاجات دي موجودة. وفيها مشاكل. فيها اسرعات. فيها جفاف. صح? فيها دهب وفيها الرمية عند كلها. انا كجمعية اقعد انا والموظفين بتوعي. ايه رأيكم? مؤسستنا تعمل ايتشال في عشر سنين اللي جاية. عشان ارفع التقليل ده بالمكتب الرئيسي. مؤسستنا يكون دورها ايه في افريقيا? في عشر سنين اللي جاية. عشان ارفع التصور ده بالمكتب الرئيسي. تصور مرمزة. حد حد مسلا ايه. مسلا اول دو عبتنا ايه اعب مع كونسلطنت عشان بيعمل استراتيجينا مؤسة كبيرة. بتروني نعملها ازاي? قال يوا يواب معانا كده او بتاع. يوابت المعلقة. الاستراتيجية تبدأ من الميدان. تبدأ من انجمينة. تبدأ مش من انجمينة. تبدأ من هالتشال. قبل ما توصل الانجمينة. هشوف الناس لانك عايزين ايه? هم اللي حطوا الاسمها ايه? آآ اللي قاتل اللي قاتل. اللي قاتل. اللي قاتل. اللي قاتل المعايير. معايير الاستراتيجية. مين اللي بيحطها? الفلاح اللي انا بخلي مكتبي اللي اللي في شارك السود. اللي في شارك اه اللي في شارك في شارك. بيعقب معانه متنوكين الورقة دي. لانك عشان يحطها هنا هون. قبل ما تطلع للكويت والبحرير والكزا ولا كزا ولا كزا ولا كزا. ده لان مين حينبين يعرف الواقع? مش انا وانا اقعد في رامنا. مش انا وانا اقعد في باريز. انتو اللي عارفينه. وبالتالي رفضت. التانية كان بقى اسوأ من كده. لاندي كان مؤسة الورقة. رفضتها. وديك مؤسة بالشارك. فبعدتي بعد ما تطلعني اتماع مجلس ده. في المقار الرئيسي. بعدها بيزمعون كده. الاخر اللي بتطلع على الاستراتيجية بعطنا ايه? اه اسئلة باوكوبة يعني زي ما بتقول ايه? سحب وغضب. ده سواتنا من الاساس. طبعا بتطلع نهم كده ايه بشوفوا. احنا اولا خبت اقل الواحد فينا. اكتر ببتيجت من من قادم انتم معينين لها. وانتم عامين من قادم. مش عارف معنى استراتيجية ايه? انا مش حارف مش حشرت باستراتيجية. مش ترقش فيها باستراتيجية. بعد ما تجيب ناس عادينا عندنا. اقعب معاهم واتكلم معاهم وكذا. تقول لي صحة وغلا جبت حتة كده. طلعتها من من صفحة من صفحات على الوكوبيت يا ولا على الفيسبوك ولا كذا وكذا انا انا جاي عشان نسألنا انا مطلط لعا عايزة بطل كلام. طبعا. انا لو اصفدت بدي ساجل. ساجل وتركت حفاظة جديدة من اخبرتم الفطريانه. خبرته وعلابته لعمل الإنساني. وضعت شفائط. ومنسمى نحن نعم مليار من لبشر. الآن نحن في صدق اللقاء للنساس فهناك دفاقة حاولا تغاثة الإنسان تبقى لغاثة الدنيا شوق تغاثة فكرية تغاثة صحية تعالية وغير وفي الزلزل روزة نقول نحن فاكروا فلنجيسانية الزاقي علينا الميزة الخاصة الميزة يغالي جدا الله سبحانه وتعالى هؤلاً من يتحدث هؤلاء الميزة والميزة هناك القرصة هؤلاء الميزة هؤلاء الميزة تحضر على التقاني بعد الأبد سوء وحث نام تتكامل ما هي السؤال التي يتحضرها سائل كالسيق ويسعى الواقع يتنكر بها سؤال الكثير السؤال الثاني نحن الآن سؤال بلاي مضايا بالإسلامية ومع ذلك سنويا غير إسلامية تعمل في الشهد المنظمة قريب ما هي الاتفاة السابق؟ ما هي مضايا بالاتفاة السابق؟ لأن هذا المطمئ في غير وغير الدول يقول قصة المصنوعات في فضلك سؤال في مسائل المنطقة انتحدث عن هذا الشيء لكن أنا عفادياتي ذاكرة وأنها بتأكيد من المطقة وما ذاكرة مروحينة بظهورة الحرب وكذا فذلك أنا أجل الثاني وأننا كنتم في عمل بإداد بإداد الإسلام كان عمل 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 يساعد. حالة جبتة ونريد الزيفين كان لانا أخر كانت 48 أخمص وليب المقتب في السناة وآخر كربان المحاد وفي حالة سبباك يتباك سلاة بين الحارة والمسيلي هنا وانتباك الهديرات ورجعت تطلب من الزاوية كنا شبالي في محاصلة وطول نحن نطلب من الضرات وطولة الثانية وطولة الثانية وطولة الحارس وطولة وطولة الهدى الحمد واحد والشوء والحمد لله حقيقة الغرب 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 نحن نطلب الطلب تجد نحن نطلب من خطط الغرب لديكم زيارات إنسانية جاء في المخبئينات في الثلاثينات جاء داخل لهذه الدول يتقوم بطريقة يعاملين الغاسية والإنساني دخل ورأى ما مدى إحتياج هذه الشروط ما مدى فهمه من الحياة وأمانياته أما القلاسة كانت أميلة في فترات طويلة بناء على هذه القلاسة لما يبجوا عدوا ربطة صحيحة وتدخل الإسكبار ساعة الشروط كذلك الآن هاتي المنظمة التي يتم تعمل الآن هناك المنظمة التي تتخل في توجهنا من 40 سنوات ؛ قال مدى إبنان وغتكناً وقمنا في منظمة عندنا وغتكناً في مناوية أمانيات فهناك يتفاجئت أن تنبخل في مناوية ومداد هناك جاء فتحفش مظوعة والأخرى كانت تعملات الأخطاء 35 و 80 أخطاء إذاًًا كيف حلق أبد الزر وضع معايير للشغل من قدر محدد. وضع معايير وضع شغل. بلا لحظة الشغل ويدخل ويحمي شغل بالمعايير وبين. المنظرات الإسلامية. صحيح. وزي ما يكبرنا. عافية والسلامة. وإن هم لدينا الهدواء. أو لدينا معايير. هذه الدول. نشترك بمصميات ومتصرفات الصفاء أو رعاية. كل الموظفات على الشغل هذه. إذا كنت ترد البحث صحيح. هل هذه المرؤولة للجاهية؟ تسأل للشخص المماشر من 100%؟ نقول لا. غالباً يصبح 30% أو 20% عن باقي يسهل من الأشياء موجودة فيها غيرها. إذا نحن نقول هذه الدولة. إن كان يمكن أن تسأل اللعب على المصدر. أي منذ الآن. إن كان هناك الدولة. وأنا أصاب الله في الصغير. أشهر. إذا موجوده العامل فطر Tresch. إذا كانت قمنا فيه العمل الإسلامي. أو تكون الأسر. أو تكون الأسر لكي تكون الأسر. إذا تم كوتهم الأسر مثل الأسر. يمكن أن تقول الأسر لأسر. وما هي الأسر ومواشر على طوال. هل هذه الأسر. إذا كان هناك عمل الإتنسيئة تتكوّن ومواشر على طوال. هلين نأخذ الديار معي. ما يكون دليل آخر أشرة سنة قدر تاني. ما بيهدو معي. طيب. ممو أنت كلمت كذلك مشكلة. المعايير. هل أنتم عندكم أرشيف؟ هل إحنا عندنا أرشيف؟ أرشيف معنى ايه؟ معناها سنة آآ خمسة وتمانين كم فيه كذا. سنة تسعين كم فيه كذا. وهكذا. هل عندنا عندنا أدب؟ مجدد لكن ضعيف. المهم الموجود. أنا بقى أنا أحاول الأرشيف ده إلى شيء مفعال. وطلع منه الخبرة اللي ممكن تخليك تعمل معايير زي المعايير اللي هم عملوها بقى. لانت عندنا خبرة صح؟ وعندك المعلومة. وعندك التاريخ بتاعه. بتاريخ بتاع اللي حوليك. هل الأرشيف اللي عندنا ده بيتكلم فقط عن مشايعنا؟ ولا بيتكلم عن حالة المجتمع على المشاهدة؟ كذلك؟ فلما بنحنا بنعمل الدراسة الدراسة لابد تكون تلمي المجتمع في كافة جوانبه. المعايير المعوقات والمحفزات في المحفزات. وبنمتع مرة أخرى استأجروا يا أبي إن خانم السجرة قوي الأمين؟ قوية وأقول لك لا. ما دي يشترك. حيك قد يكون تكلمة قوي داع تكلمة الأمين. ده ساعة مش هلينك رأي تجيب واحد يكلفنا غالي. اللي هو السلم المرتبات اللي مش عالد كذا اللي مش كذا اللي مش كذا اللي مش كذا اللي مش كذا. أنا ممكن أجيب الشخص أو المرب اللي تكلفنا المكلفة غالي دي. مع عذر سنة ولا سنة وتلات تتعلم كل اللي موجودين في الآية في المؤسسة. بها دي سنة عنها. بها دي ستسمعها. لما هنجوه مثلا مين جيكو بتفرج على الكورو؟ بشكة عمينة. ماذا مدينة؟ ماذا مدينة؟ ماذا؟ باشرونة. باشرونة طيب عقابا. وانت؟ باشرونة طيب. وانت؟ مدريد. مدريد. مدريدين؟ نعم للماريس. ها؟ مش هيكي أرمانيس. ها؟ ماذا؟ ماذا؟ رحبنا؟ ماذا؟ ماذا؟ جيد. شو جيل أخمر. هشوف المدرب او المدير الكورة يجيب مين احسن لاعب ويقول اللي البدادي هتقوله. يعني اوك يكون اللاعب لك مش هلعف وماش إلا خمس احنا رزم في مؤسساتنا انا عايز ويفو ع كفاءة الناس ممكن نجيبك شخصين يعودوا معنا سنة ولا سنة شين استثمار عشان يحولوا الكفاءة بتاعتهم من برنامج اللي ويفو ع كفاءة اخرين. ده بالنسبة ليه؟ المعايير. محدش حيكة المعايير لانه كتب كا يعني المعايير دي بتطلع بعد المعروض المرجلة بتنقحها وتكاولها وتفعل يعني ايه? وتصنفها وتصنفها وكذا وبعدين تدرسها. اسعر الحاجة تجمع المعلومة. اصعب حاجة تدير المعلومة. زيك هتلاقوا جوجل. وفيسبوك. بيكسبوا ازاي? بيكسبوا من كمية بيك المعلومات اللي انتو كده لها كل يوم. كل ساعة وكل بيئة. وبيبعوها. يعني الشركات المليارية كانت تفلق بما علي كلها. هتاخد معلومات كنتو وتحولها بالتدارة الحكيمة والخبرة والتحليل والبحث والدراسة الى دهب. زيك اقول لك دهب. مش كده بالطور هو اتمنى التنفيذ انا قطير. انا فلناس حاجة حاجة حاجة. حاجة دي حاجة دي بعدها. حاجة دي بعدها. حاجة دي بعدها بس. اسأل السؤال ده بعدها. انا كده في ورقة واحد. نعم. كانت في ورقة البعطاشرة الصفر. بديه ابنة واحد. ها? فتلاقي عند جوجل وبدول ناس رؤساء الجامعات ومراكز ابحاث وكزا 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 عشان يجيب لهم الميارات. بقى مش هي ايه مسلا هيوزف اقولنا المؤنباي هتدان مئة الف دولار في السنة. او مدين الف. اننا هتطلع منهم مليار. ان المعلومة جاته بلاش. انت اللي بتده لجوجل معلومة بلاش. صح? كل حاجة بتبطوها على انه ده. والله من الجماعة دوله من شاد فيه عندنا الف وانا فيه وانا عشان طلاف وانا مئة الف. بيفكروا ازاي? بيانضبوا ازاي? مشاكلهم ايه? عندهم انت هاني. فيهم بياخدها يا شو بقى? وارتبك كم? خمسين ده حديد ميلة. حيموت نفسه عشان ايه? يحنلل الارطام. بعد كده حددنا على النتيجة. الديار واحد تاني مش بياخد مية بقى? بياخد تلتمية في السنة. واحد ده بياخد مليونة. ان من المية الف. حدد مليون الف للمليون. طيب يتلع كم مليار. من من المعرومات اللي تنتهرب بلاش. فدي نمر واحد. مش هتغير المعايير يا اخ اسمك ايه? الا ما تعرف المعرومة اللي عندك دي تستفيد بها ازاي? السؤال التاني الانتفاق الذاتي. الحكومة احنا بنساعدها. دي بدي معها المكتابة. لو قد الحكومة برامر الحكومة او الدولة او او الوطن يقام على ثلاثة او اربع مؤسسات او قطاعات. قطاع العمل التقالي. اللي هو الربقي. اللي هو رجال الاعمال. وقطاع اللي هو المؤسسات اللي هو اللي انا كلمها اللي هو مش داخل حكومة. يعني فيه وفيه 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 اللي هو اللي هو الاكاديميين والبحوث. لانها مش موجودة وضعيفة جدا ومغيبة. فحطيتها انا الرجل الربعة دي. عشان يبقى بترابيس في الوطن او طورة في الوطن. بقى ربعة عرجو مش داخل. فدول احنا قاملونا الاكتفاية الزاتية. الاكتفاية الزاتية معنى اي يا اخ حمال. يا اخ حمال ان كل المواطن يكون قادر على الكسب وعنده وظيفة يتكسب منها. بغض النظر الوظيفة دي في بيته او في الحكومة او في ايه حتى عند لخ. ده الاكتفاية الزاتي. كل المواطن عنده دخل يوم. ربط الناس بقى الدخل ده فيه واحد يتذهب وقى دخل ان اليوم بتاعه مليون وقى الدخل بتاعه مثلا خمسين الف او خمس تلاك الاخر. ده الاكتفاية الزاتي. بس بتتكاتب فيه ده اربعة عرجو اللي هو الاكاديمية الابحاث والحكومة ومؤسستها اقطع المدني واقطع الايه ان هو الاجتفاية الزاتية. خلاص? ده عشان نعمل اكتفاية ده. وده بياخد سنين. بيخش معانا في النص حاجة. اللي هو الفساد. كل واحد في الاربعة دول لابد يكون فيه منظومة عمله قطل لمحاربة الفساد. قطل انا كانت سعيد جدا ما ما سمعت من رئيس الجمهورية هنا عمل لجنة او قدار محاربة الفساد. ان ازاي اللاوية بسم الله ما شاء الله واحدة تمنية من عشرة مليار كيلومتر مربح. ومش انا قاعدة وريدون الغنم والابقاوة. انا انا اشتغل في الغنم هنا. يعني عندكم مية وعشين مليون ومية حاجة وعشين مليون في راس غنم وعنا عندكم حاجة وعشرين مليون وراس ابل وعندهم حاجة وسبعين مليون راس بقر ومش عالف والماعد حاجة وستين وحاجة وخمسين من يال. دولوا واحدهم صاروا. شوفو انت مسلا ادريس بلد زي لن هولندي. ونوزولندي. وشيفوا عدد رؤوس الاغنام من انك او القرأة الدي. وشيف قوة هنا منها في الانتاق وقوة تشت في الانتاق. الفرق من هنا هناك ايه? هي اللي تدرد نعم لها الرئيس اللي هي بتاعة محرك الفساد. والفساد اصبح مش سادق. الفساد اصبح نظام. يعني انا مجزء من الفساد ايه? ان انا مروح التشوق. عادي اكلم مع صحابي ما اشتمتش. لا فساد. انا سرقت لا ما سرقتش. انا اتصد لا ما اتصدتش. انا عاكست النسوات وموعملت في ام عاجلة انا ما عملتش. بس انا قاعد انتاجيا اليومي ما في كل سبع ساعات او ثمان ساعات. اصبح انتاجيا اليوم من نص ساعة. او تلت ساعة او ساعة أو ساعة. دي فيها احرمانية شرعية. احرمانية مجتمعية. يعني المجتمع يجرمني. بلوقتنا المجتمعي والدين يجرمني. انا احسيب شوية وراح اوعى الناس دول. انت وزفتك عشان ايه? تقفلتك عشان ايه? علشان تقدي وزيفك محاسقة. لا انا عايز اقول انت ما اديكم مسألة منها مسألة. كان دخل ده لها مسألة خيرية عندها. مدير كمية جدا في كاملت طيبة. مركز اولا معلومات في مركز من الكمبيوتر الى اخير هذه. فكان في واحد من الرحوان هناك كل يوم عند سياطة الدور. ليه تلات ساعات. الله. تلات ساعات. فجيه ابن سياطة الدور مش موجود. سياطة صاني مش موجود ده. هيكتلو ايه بروح اصلي في الكهنة. انا بتقول لك ايه? صلي هنا. بتشخلوه. ابتلع بعد كده هو كان نجار بروح يقع بشوق ويتجع ده. هو باخد فروس مش عشان ايه? مش عشان ان هو نجار. او يصلي. يا مسلا كنت انا مسلا في بانانا. وطرمت ناس مني انها بعد لهم متنرسين. بعد لهم متنرسين. باكش نعمل الاولاد. ففي احد متنرسين دول كان بيقيم الديل. ليجي بتنخر شوحية في مدرسة مدرسة. يعني ما لها فقدة الساعة كام? ساعة تمانية شوحية ما يجيش. لما يجيش كان بتقيم الديل. نعم. قيم الديل ده ليه كنت? لكن تليجي هنا ساعة تمانية. وليجي صاحي. مش تقيم الان انت بتاخذ فلوسك ما مجابوكش ايه لعشان تعود ربنا. انا ما وزفتكش. عشان تصلي. انا وزفتك عشان تعالي معياني. عبارة فباها ليه كنت? قال ازاعة? تبوضك ايه? ونفعدو بعد كده. بس ثم ادبا انت كنت كنت جايبه. اخ ده عاد بيصلي توريديهم بيجيش اشتغل. طب انت صلي يا سلم مش عالك شو ما صلي. يعني من يومك انا صلي ممكن ازاعة صلى كان بيخيم الليل برقعة. او برقعتين او بقاية او كان بيخيم ها بستوع كباب. اه. انا ممكن اخيم لك. انا ممكن اخيم لك. انا ممكن اخيم اللي ايه? ممكن اخيم لك كل يوم. صح? على حسب ده انما تبع عندي مسغلية. ومن بودة والوصلاة ده قلت من الفساد. اشعائيا يعني تؤسس بكثرة حق الله واحد في العباد. اه. ولا ينبغي ان تتميلها بهذا. نعم. اني حق الله واحد وحق العباد واحد. اه. لان ربنا حياة في صف العباد دينك اللي اخبر من القيام اللي ليه لكني حاق بك على انك ضيعت التنسيق. التنسيق والتكامل دي معدلة عند كون المواسطة الاسلامية. او غلبياتي. لانهم يعتقدوا ان ما حنسق هديك معنومة هي زر. ما فيش حاجة زر. المعلومة دي موجودة في المجتمع ومش ملكة. انا حاولك حاجة صاد عنها. كل قرش بيخش المؤسسة هو مش ملك المؤسسة. هو ملك الفقير اللي من قبل المتبرع تبرع المؤسسة. وما انت الا حافز المال ده الى ان توصله للفقير. واضحة. ونحن فقراء بسيطة نحن اقراء الا فقراء. يعني اللي بيدفع لنا مرتباتنا مين? الارمالة. الارمالة والفقير والمسكين والمشاريع دي وكزا. هما دول اللي احنا بنطلع في التلفزيون في الكويت ولا في البحلين ولا في السعودية ولا في اي حتة في العالم. اتكلم عنهم. لما اتكلماش عنهم هلنا هلنا فلوس? بس? اما التنسيق بمعنى ايه? لقينا ان في كمية من احضار المال غير عادية. اللي عمل في نفس المشروع. اللي عمل في نفس المنطقة. يعطوه نفس الاسرة الى اخري الى اخري الى اخري الى اخري. والتنسيق مش معنى ان ان انت هتفقد شخصيتك. وهتفقد انت بعضك. او هتفقد مركزك. لا التنسيق معلومات. وتوافق. والله الناس دول بيشتغلوا في المنطقة دي. خلاص. احنا اشتغل في المنطقة دي. فيه الكرسة حصلت ان اوه فيه مكتب ليهم. طيب خلاص احنا هنديهم هم يشتغلوا. بدأ احنا مركنا من مكتب تاني. والبنطقة كبيرة. يعني انت بديك بسرية شاد بالله علينا. انت مساعتها الف او مليون وثمانية من عشرة كريمات مربع. خلاص يعني فيه مؤسسة مدربتي الارضي دي بلتان. الله العظيم الله وجدت كل الاوم المتحدة اتعافر. وانت لا انا عندي ايه مكتب. بيعمل لها خورة. وتلاقي لما مرة عدت في مصر كده كان واحد ببطل من افضل او مكتبان زي انا انا في الفين واتناشر لا افين اتناشر. كنت اوليك في مصر عشان ايه اتعلم اه ان فيه عشان اخذ المعهولة من تحت يعني من الشارع. وعملنا اكتبها كده عشان احنا نعمل مؤتمر. ولكن ما ده اقول ايه? احنا بنعمل على مستوى الوطن كله. لما قالها كده هو منفوخ عمد زي دي كرومي. عجبتك كده عندي فكرة. اقول لي واش سلقها بقليل من المزلقية. مش هفر لك المزلقية اللي بتاعت محاسة. قال لي مش عايز سبعة مدينة. سبعة مدينة شرقها بيها مصر كلها. والتحق. وتحذعوا ليه على الفات من ايه بالقلب ديها. كلها واحدة يا صحيح. والنبحة كده وليه متنفعناش. نفعك كده وليه مش هنصف هو بيعمل جرم مجتمعي. وجرم اخلاقي وكبيرة. لماذا? لان الكبيرة ليه وانا كنت بتزمي المجتمع من مال المجتمع اللي بيهدف في مكان ولا يصل لمكان اخر. قددت عليك رئيس. طبع. مختفاءة زادة. مختفاءة زادة نقولت في الاول. طلب اربع 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 مده. اربع مده. تحذب الارباعي حض الفساد. نعم. من غير معض الفساد لان يكون في اكتفاءة زادة. ولا تقول لك ايه ان لو تقول لك بعد بعد الجابسة اولا انا لو قدت عندك ايه الترنت هنا واحد يطلع يطلعني عدد رؤوس البابقار في اليوزلندا وفي اسم كده. شهر. لا سيوك متشارعة خانة. في اليوزلندا وفي هنانيا. الابقار والاغنام بس. طول. وعالي رؤوس الاغنام والابن. حتلاقي ان انتم صوتكم قدوم طلع طلع انا يا الله يليد الفون لزانكم مش مروح انا انا فوق. لا استنى بقى وحضره لك الكلمة. ما هي. ما هي. في حد ثاني مش شباب. يا تفضل. بسم الله. انت رجعه. كنت مقصش رجعك صاري بتاعك اصاري بتاعك بم جدا. انا عندي فيه وراءة ما يجعلك. طلع كلام. طلع. طلع. تلع. اشتركوا في القناة 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 هذا الجانب الفني يكتب أن يكون مفتوضًا وكان قبل أن تتحدث مع أخي الحمد كان ينسل الناس وقرية أو المنطقة ونرى احتياجاتهم كما كان يحدي المشروع وما كانت المتاجدين وما كانت المتاجدين وما كانت المتاجدين وما كانت المتاجدين إضايلاً بالنسبة لم يعد سبل کیات 제 semua مخيومs وبحالي عندما كانت المشروع تلك المتاجدين يبدو أنه صور الأخلاف مع الهو فول كامة كما أن يزل الوقت المجتمع المتحدة هو الجيروكومة الماء السوداء وجمع فيها نتيجة إذن بدل ما نشوف الناتجة هي بدل ما نشوف هنا بنظل لداريب الكمي بدل من النوي النوي لأن اليوم هنا مصنع بيشد حتى بيشد نعرض جهاز جهاز قد يكون واحد بس موجود وده ذاك جابو الزياد مجارسة راقنات تطلوع وتحتمان الزرقين فإذا كانت من الدول إلى قرصة وكذلك من تجربة قرصة لنسياسة الجواني بساقنات هل تريد أن تتكلم أغلب محضة؟ لا أغلب وطبع الناتجة للتغنيب المحضة يعني يكون التوقع وبتاعي أنا كريس مكتب هنا إن أنا عايز أعمل الكترك نورما البيضاء سهلة جدا سهلة جدا أنت كابت 30-30 دولار أو 30 دولار لكل واحد نعمل لأي شوق إعلامي في الفيديو بكل كمه صعب صعب إن أكتبت عليك هنا بش بس الدرسة ده هو الدرسة الحالة دي بتكتلتع من تحت الفوق من تحت الفوق فلا بد القرس الخبير ولا توصيه قرس الخبير ولا توصيه والخبير ده بيكلم فلو أنا أقدرتي بتقول مصيف الإدارية بس خمسة في المية ومش عمرك ما هتعمل المشروب الطياد خمسة في المية لا حتى ما تكفيش مصيفك الإدارية داخل أو داخل أو داخل مائجة أو داخل مائجة على أقل هنا من سبعة إلى عشرة في المية والمزانين بتاعة المشروب اللي هي يكون جودة منها التدريب والتأهيل والمراجعة إلى آخره ده ده بالنسبة لإيه؟ للنقطة بتاعة من غير من نبعة وقتها ما ندرتك المسل بتاع كور أنا ليه باشتري بسي بمية وخمسين مليون ومحمد صلاح بكذا ومحمد صلاح بكذا يعني هينهار يعني أنت مبص مثلا من الأهرامات أنت وقت الواحد سلماني هرب أو داخل إعجاز المصريين في بناء الأهرامات من ثلاثة أربعة ثلاثة سنة كان على الحجارة كيف حطوا؟ الحجارة دي فوق بعضها خلاص؟ ما حاتش عارب عادلات إزاي الأول قالوا الحجارة دي أبوها من جالوه من مصر وشلوها وبيباح وكده فأتناها ايه مش هي فأبني هامان من الطيني صرحة مش كده؟ الآية حد في حافظ آيدي حد الحام بس يهدي الآية من الطيني صرحة يا هامان جمي هاي؟ يا هامان ايوه؟ ما هو بالطيني صرحة هو الشام لا STOP ودة مرتفق مرتفق الأدقى من الطيني صرحة ومنطيني صرحة هذا ها هناك ها فقطرضين يا حبي الأول كانت بتقولوا ان الحجارة دي جاية منين? جاية من جنوب مصر حجارة صلبة بطعولها وجابول كل حاجة بتزيدها احد العلماء حلل التربة بتاع كسر احد الحجرة دي وحلل التربة بتاعتها لأن فيها فقعات ما ايه يبقى لايه الاعجاز القرآني لما يمكن صرحة كلهم بقى بالعلم 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 حطوها في بعضها دي بتفريغ الهواء ده حاجة ده لغاية ده احنا ما وصلنا بشي يبقى نرجع تاني للعلم 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 يعني انا دول تعلمت كل الناس ها علمت مئة الف انا عايز اطلع من مئة الف دول خمسة عدمات كيف تفتل من مئة الف خمسة عدمات الخمسة عدمات دول ممكن يغير تاريخ العالم يبقى انا تكون في رؤيتي وانا بيعلمهم ان انا بعد كده اطلع خمسة او عشرة او عشرين عالم يغيروا بوجه تشارك جدا انا انا خ sore جامل تحديد الله عطوا حقا خروج عم صغبة غبارة فنائ انا عملي هي غبارة فناغ ادتل عطاق انا انا خروج انا خروج انا عطاق انا بجانب انا خروجotion انا خروجول انا خروجة الامن عنا دا عامل حفو robots خروجوا عن طفاق واو ضفان دا عمضة هولندا سوي لي ابن يزولندا صمت عن ماني? هصور. مئة وستة عشرين مليون ها. ها? خلفان مستة عشرين مليون. هنا ها. بس يا مكلة. هولندا عندها خمسة مليون بار. سوي ابن يزولندا. انت عندكو حاجة وسبعين مليون بار. هولندا عندها خمسة مليون بار. ورد عندها خمسة ملكة عشان ناس يسمعها. تعال اعرف مينة. اعرف مينة. اتقول اتنين مليون. اتنين مليون. اتنين مليون. اتنين مليون. اتنين مليون. ها? اه شو لازلو? طب طلعي لها جمال. شوفوا شو باستراليا عندها اتلاقي. اتتكلم عصر رحمن يقول لها. سبتون عندهم اتنين مليون. واسبعت فلان. المنتجة للزبدة واللبن والجبنة. خصوصات خوية. ليه? لان الاربع مؤسسة اللي اتكلمنا عنهم دول. الحكومة. المفتاح الخاص. المكتبع المدن والاكاديميا. حربوا الفساد. حربوا الفساد. امرها بالدولة العربية عندها بكلور. صح? في ايه? في قاعة ايه? التقدم العمراني والتقدم العلم والتقدم الحضاري. شوفنا ما? اطلع اطلع الحاجات. فدي بالنسبة لايه? الروحنا هنا لعلم. فالعلم محوية. انا هعلم الناس. هعلمهم ايه? والتعلم ده حيوصلهم لايه? يعني مثلا ليه براب اوباما اهتم بيه الثري دي يعني اللي هو الثري دي اللي هو الثري دي اللي هو الثلاثين الابعاث في علم الكمبيوتر. اهتم بيه كرئيس دولة. لكل شيء. فده يخرج الطفل ابنه بلعب على الفيسبوك. متفرج على الجيمز. لانه يفكر ازاي يعمل مشروع. يعني مسلا انا هجيب لابني ايه? تليفون زي كده. فابني حوالي يلعب على ايه? يتصور بقى او بتاع ده واغاني وسوشيال ميديا وكذا. لا. انا ما هتدله الثري دي وحاقلمه زي الشرعة الثري دي. بلوغرام دول. هخليه هو يعمل ديزاين. يسمم. سمم عربية. سمم كورسي. سمم طاولة. سمم كارت. ففوق ايه? هشتغل بمشروع. موخة ايه? هشتغل بمشروع. موخة ايه? هشتغل بمشروع. وبين ممكن يبعوا? عربية. يبع كورسي. يبع تسمين. يجي يقول لي كورسي يا بابا. يبع ازازة. والبرينتر ده كمان ممكن يكون من الخشب. ممكن يبطلع بلاسة. ممكن من الكور من الكارتوب من الورج. فشي فقد ايه? فانا هعلمه علشان يعمل ايه? مش هعلمه عشان عدد في اللمون. العدد في اللمون دلتها. انا موعنديش مش كان يكون عندي برنامج المحو الأمية. وتعليم كل البرد التعليم الايه اللي هو الاولي اللي هو ابتدائي. عشان كده عشان ينجحه. لكن من بعد كده انا علمت مسلا اتنين مليون. من الاتنين مليون بيكون مسلا اه نصف مليون هيخشوا عدد ينسانا. هم بيكون مسلا عشر تلاف او عشرين الف او خمسة الف يكونوا الجامعة. من اللي هينخرج دول ممكن هيتلعكم منهم كم عالم منه. من اتنين مليون لعشرين او تلاتين او خمسين او ما افعالي. يعني ما نتكلم احنا عن مناح ايه يا رضا الله خلالهم. توفر عنه المناح. ايه المناح مدود. انا هنا دور. شوف هيتلعكم. ما نتكلم عندي ايه? الاربع ملاك اللي اربل الطاولة دي كلهم حربوا الفساد. فالاثنين مليون رأس بقى اللي في رمضة اصبحوا اقتصادهم اطول مقصد السودان واصل مقصد اتشان. اه موجدوش. موجدوش مليون ايه. طيب انت قابلت لنا بقى انا عندك ايه? عندك انا هو ممضة اللي تبقى على اثنين مليون ونزلانتا خمسة مليون. وعطيها مثلا بالكتير قوي عادل الغرفان اللي في نزلانتا خمسين مليون. مشين منهم ثمان. عادل سوكال نزلانتا مش حتاهم خمسة مليون. تفتبقى ايه? فانت يا ابني يا بنتي يا اختي يا حبيبي يا ابو يا يا خالي يا عمي اعرف مصادر ثروتك وحافظ عليها. من الفساد. طيب السؤال اللي معالجية بتاع جبتها? الله يا نا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لما عملنا عن مستوى الميداني حيث تنفيذ المشاريع. وليس لها قبل قدير المشروع ولا بعد المشروع. لا بالنسبة لإستخلاص الدروس من التجاريب المشروع. سواء يعني كالطقير مثل كالطقير مثل اخذ التروس. ولا كذلك قبل انتلاح المشروع فهو دراسة كلافية. يعني تحديل احتياجات بشكل علمي. بشكل يعني معقول. ولا تحسب هذه التكلفة سواء قبلية أو البائلية على المشروع. يوجد اختلاف ما بين الإغاثة وما بين الأول مباشر. هو أن الإغاثة تشتغل على المشاريع. يعني تشتغل على مشروع معين. هذا المشروع تحمله تكلفة تكلفة مبعد المشروع. هذا المشروع تحمل هذا المشروع بتكلفة تكلفة خبراء. حتى تدريبنا. لكن البائلية الأول مباشر يعملون على طريقة مختلفة. وعندهم موازنة سنوية. وعندهم بإمجارة أكشن فلات. يعملون طول السنة بنفس الميزانية الإدارية. ولا توجد علاقة بالمشاريع الميزانية الإدارية. وعيدة عن الميزانية. هذا ترقيا دي. وعندما قد يكون طريقة الأمل. في بعض أحيان قد يكون محيطة عربي. ينخلها من المورة في الموازنة. طيب. بس أرجع هو النقطة. إنتوا عايزين نكمل وعايزين نروع. 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 شيف يا ابني. إنت عايز فيه بنتين. واحدها بيضة ووحدها صمراء. واتنين زي الأمر. وانت دخلت. شفت واحدها تتجوزها. لقيت اختارها على منا. ولا عايز اتجوز اتنين ما ينفعش. إلا ما سبب. لا 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 لا. ما ينفع. ما تمكن تبقى عندك زبتين. بس مش إخوارك بنات. ولا بنته وما. ما ينفعش. تبقى الأم زي الأمر وأرماله. بس تتجوز الأم. وصغيرة الأم. والبت زي الأمر. أنا عايزة اتنين. ما ينفعش. ما تقولني كم ونورة مش هينفع معها. النوعية. النوعية. النوعية بقتكسر. والنوعية عايز تغيير في المنهجية. والفكر. من فوق. لأن الراس وين? الراس هنا. الراس مش هنا. الراس مش فرجلية. الراس مش فرجلية. الراس مش سبع رجلية. لك حتى عمي المنود في أحد الديانات. تقول لك هناك فرسيات خلق من رأس. أما العبيد والكذا اللي هم خلق من صابع بجلية. مش حتى مصابع جدا. طبع متقسم الجسم كده على رجل الإله. من رجبة الإله. ومن وسط الإله. من رأس الإله. خلق طبع دي ايه؟ اللي هي الطوابق في المجتمع. أو الطبقات في المجتمع. فأنت عايز ايه؟ لذلك انا قلت لكم في الأول. احنا عايزين محوة أمية. يعني مثلا. وهنا نتكلم عن أكاديميات. آآ عاملة أكاديمية اسمها أكاديمية اللي هي الإنسانية مش عارفة. آآ 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 حاجة زي كده. فلما سألت أحد البنات هناك شغالة معا. ما هيش مفيلش مديرة عنها. تدقى إيه؟ نتسفلت بتاكبة إحنا كل سنة. إن على الأقلق عشر تلاف. يتعلموا. ومن خلال الأكاديمية بتاعتنا عن طريق إيه؟ التواصل اللي هي الإنترميسة. فعملوا كل مرأيكم بمنتهى القوة. ما فيش تكلفة إلا التكلفة القوة. اللي هي التكلفة. لكن هم بقى حيحصلوا إيه؟ حصلوا المعلومة عن كل واحد من عشر تلاف اللي جي داخل عندهم. وده من هنا وده من هنا وده من هنا وده من هنا وده من هنا. فهيختار من المنقيادة. معين؟ مفيش عمل من غير فكر. من زي كنت الكلمة تبقى لأني المهم ما جيت. المؤسسة هي الكور. أيوة المكتب ده. لابد إن أنا أقوي بازدياد بعض الناس اللي يخففوا العبء عن الناس علشان بدل ما يشتغلوا تمن ساعات في اليوم أو عشر ساعات في اليوم. يبقى في ساعة يفكر فيها. التوجه هده من يومين من عندنا أحد. من عندنا في المركبة الرئيسي. نعم. لذلك أنا مرة يعني كتب تقولها اسمها إدارة الأخلاقيات الإنسانية. إدارة الإنسان مرحومات الشيء من هذا دي. إدارة الأخلاقيات الإنسانية. معنى إيه؟ أول جزء فيها أن نعمل الإنسان دهوقتي أخطرقة بمن لا أخلاق عنده. عمان لا خلق لك. أو لا عمان. ما تدعى بقى وموضة وكذا وأنا مش لاقي وزير ما نخش بي. حبلك. وده على نساء الجيل بتاع الدكتورة وتأخير مرص المترح مطلوع الدين. مش موابوض دلوقتي. جيل التليونات ده انتهت مش موابوض. حتى جيل تسعيات مش موابوض. سواء كان في الميدان أو كان في المكتب الرئيسي. فلعشان أثمر حاجة زي كده هو أن نعمل إدارة لأخلاقيات الإنسانية. إدارة كاملة زي إدارة مشاريع. هي اللي بتدع في كل قطاع مقطعات مؤسسة. الأخلاق المختلفة التي تحولها إلى برامج داخل أنواع الساسة. هذا يحبكم شباب التفصيل. النقطة الثانية. أن أراجع الوصف الوظيفة بتاع كل موازمة. وحض فيه كمية نسبة من وقته في الوظيفة. أنه يفكر. ويقرأ ويطلع لي فترة جديدة. ويحدة المحافظة. ويحدة المؤتمر. ويستمعين كذا وكذا. من غير كده. عقده حنتهج. ما بين خمسين سليل في المية عند رئيس المؤسسة اللي هو سي او. أو عشرة في المية عند اللي إيه الحارس من حاجات دي. حتى الحارس. لابد يجيب لي هو فكرة دي. لأن ليه؟ لأن حارس المنظف ما جرى شيء. أنا مش هشوفه. كان يقول ده الشيء ده آآ محافز. أو معطف. أو خطط. من اللي هيشوفه. أنا ما بوصلش المنطقة اللي عايش فيها الأخ اللي هو عايش. عوز بالله. بنون يعني أستخفى الله. يعني الشخص ده عايش في منطقة صعبة. أنا ما بوصلها. المشاكل اللي عندنا ما بوصلها. إلا لما هو هيقول لي إيه؟ هيقول لي من خلال النظام اللي عني. تعرف لما من غير نظام مش هيقول. أنا ما حشف على كلامه. فده ما لدي بس على الايه؟ ده ده تعترف عليه. قل لك ايه؟ قل لك ايه؟ قل لك على شين يوم انتفكر. قل لك ايه؟ قل لك احنا موظفينك. كنا متوظف. حتى الحمار. ما هو أنا؟ عقبك الحمار. ها؟ انا عقبتك عويتش. الحمار هو. قل لك الحمار مش هوه بكم. خلي بالك انا بحب الحمار. ينفيه ونيتك. اغالي في مصر قل لك بحبك الحمار. نضاع كده على اليوتيوب. بحبك يا حمار. قل لك كلم عربي؟ ليه جمعي ساعة. ساعة صغيرة. بحبك يا حمار. عشان انت يا حمار. كل محاسن يا حمار. حمار يعني مخلوق جميل. صبور. وصبور. وجلد. وصاحب مهمة. كل لك متعدد هنا. ومطلوا طبق قدامه عشان ما يكملش يرجع تاني. بس مش صحب كده. فمحتاج ان حمار. اللي يشير محتاج سعمل فكرة كده. اه. ما حمار؟ معاه بس ذكاهو محدود. 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 طب بس سيد. ما حمار من يروح فهدوم على الريف والزيت. اه. حل الحيوان المحمار. ايوه. يمكن يدنيه مستوى. مستوى علي. محدود صعب. اه. يعني اه. نهما كنا اه. مشيت المحمار. حلى. الزيت. والمبصد. والمبصد. اه. السمد المدفط. اه. والماء والدرق. و. نضربه من وراك. يمشي. 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 ينزل. المحمد. و. رايز. و. اه. 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 مش مختلف. اه. 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 في حمار ما كانش عايز ايه. اه. يمشي من غير. اه. من غير مزام. ف. اه. فصحكم. فراح لوحة. سحب رايز تحاكيه. بن نصف مش عايز يمشي. ما عنيش لجاء. اه. طب روح يعمل كده. كأنك مثلا. لبسل الجام. مهي كده. و. كان الحسن ايه. في حاجه نحط على الجن. لا. اعمسك كده وحطي ايده. فالحمار ايه كده? نتع. مشي عارض. يجعز. اه جاية. يعمل يدبع. وهو اللجام عارب. مهي. فعايز بقى ايه يريحه. فقال له عايز تريحه بشيه اللي جانبه. قال له شيه ما مشيه اللي جانبه. قال له اعبره تانية نفس التمثيل عشان شيه اللي جانبه يعني. يعني معناه هي معناه انه فكره يعني هو هو خلاصة. هو خلاصة ما فرمي بتاك كمبيوتر. مش هيديك حاجة غير الموجودة فيه. ما فرمي بتاك كمبيوتر و كمبيوتر و كمبيوتر و كمبيوتر و كمبيوتر. فأنا عمد مهي القالي. فلنهارك مواقع لها تعتني جميع عقباء. خاصة الذي لنا فرمي بمعباد سعودين. ويقوموني لجميع. في المسألة التوديد لا يستطيع أن يختار المصفى الذي يوجد في مدينة بعض الحرب أو مضبابات صدر عامة بعض الحرب حيث أن منالجة حصوات العبعة لها بحكة الكثير من الدول يومًا لدينا نفسه ويقوم بحكة الكثير من الدول ويقوم بحكة الكثير من الضوء الذي يحصل على طب الرياء ويقوم بحكة الكثير من الدول أخبره لدينا نفسك على المدينة الكثير من الدول اللي هو مستقبل الطالب. وده في بريطانيا على أقلها عندناك فيه في المدرسة السنوي يكون فيه علشان يقولك يشتن فكر زي في الكريم بتاعك. قبل ما تقدم للجمع. يعني في حاجة اسمها او لابل. وحاجة اسمها اي لابل. اي لابل دي زي البكالوريا. فهو اما همها مجرد ما هيخش من الاوليبن الاوليبن بيقولولي. راح تدرس عايز تخش كلها تبدي. بقى تدرس مواد علمية كيميا طبيعة كذا 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 كذا. على زي اندازة بحزان كذا الاخر. فده الكريم. انا ما قدرش هاجي هنا وقفة عالمية لمشاكلها كان لأ. ساحب الكريم تحكلوا احمل هنا. يكون عنده انت وانت بتعلم الطلبة دول كله. ها? عشان تخرجوا من البكالوريا. تكون مندفع مع شركة. في الشادن الاول. وهي الشركة دي تيجي للمدارسة السنوية بتاعتك. تحط خريطة الايه? الوظائف والحتياجات المجتمع. عندك في مناجب الدهر مثلا. عندك اللي هو البترول الغاز الزراعة العملية دوية كل حاجات دي كلها. فتيجي الشركة دي يكون متخصة ان انت تسفع الفلوس. او يكون هوا جوز من البرنامج بتاعك. انت عندك مسلا كم طالب هكش البكالوريا? كم واحد? مسلا عندك انت كم عدد طالب اللي عندك تلال تلاف مسلا? ها? اللي فيه في البكالوريا كم واحد? مية. ربع مية طالب. ربع مية. كم واحد فيه في بكالوريا? ميتين. الميتين دوت في المدرسة اعملهم حسة اسمها حسة الكرير. لو اجيب الشخص ده يعود معانا. وممكن من حتى الطالب عندك في المدرسة ان يقوم معاوة والواحدة. ان كل طالب عند حين مختلف. ده اللي يعملوه. كده غصة. او عين مدابس. مدابس. يجي عشان الطالبة وقعدوا معي اعرفوا يحملوا ايه بعد ما انه يخلصوا جاء. طب انا هخش الكل ايه دي? مستقبلها ايه? هخش الكل ايه دي? مستقبلها ايه? العملية مش عملية بالشبل كده. او بالعدد يعني زي ويني حقاصة. لك عندنا خمسمية طبيب طلع. طب ما عندك مستشفاء. ما عندك مستوصفات. عندنا خمس ثلاث ما عندك. ما عندك نفس شركات للبناء. اقبلك? فيكون انت عندك في المدرسة جزء منها حصة او موظف في المدرسة موظف علشان يقول لك احتياجات السوق. قبل الطلبة دول ما يخشوا الجامعة. عشان اصلا لو عملنا احنا خصم. وقول لك خصمة هيكلم كتير. يعني ممكن يقول شخص واحد. لو العملية كتب نعمله قنفي دولة بقصم. اعمام ونينة بقصم يا ونينة اخطي لا. ما هو هو لو ما هيوعب مع الشخص ده طالب هيقول lo another هاي قل له عمريك الفك. هقول له ان انما been one one with two hundred and fifty thousand with multiple bez because. اعطا لك فلا لقد العملية مش هيington محاضرة. المحاضرة بتبقى عام قام وانش مش كده. بس الطلب ده اهلا يقول الطلب ده غير. طلب ده غير تغير للطلب ده غير بالكلهم. وهدول ما هيعودو معاك انت كمتخصص. ها? ايه كمتخصص هتوجهه. هتديه تلات كليات. يو لا لو لو جبت كزا يبقى الطالب وهو بيدرس في في الباكالوريا. هيدرس المواد اللي يجيب في النمس دخلوا الكلية لخلي حاجة ما بيعملها. من غير كده. طب هكون مختار. طب هكون مختار. حاجة تانية سألها يا شباب. انا اقول لك ان اعاد للسلطة. مرتك كزا ما ما انت مجادش. انتم متجوزين اه? انا سأل وغاية معاصر. وقال لك ايه? وقال لك ايه? ايه? انا كنت خانين الليل بقى. انا اروف مرتك على خام الليل. هنصلى هنصلى. والله هنصلى. يحث he or هنصلى? هل اقول لك كل شي وصلى عنك? اشعادتيني يصلى يوم? انا اروف مرتك على السلام على الله سعر في النادي بعض سلمان مارعون. كم انا فاقوله مسلول جدا. كنت اخرى عمك في مآل البالي. وها ارعان يعني اراك سياحة. اريد ان اوكذراتك السؤال. ومن الأفضل أن أحدث مع شخصيات مرجعية أصلاً في المجال الاجتماعي هناك شخصيات مرجعية كالأفضل أشير تفعلها وأستاذ محمد طريب الجودة وأستاذ يوسف الحاج ومع ذلك أفضل نفسي إلا نقدم على أفضلتك سعاد فنحن في المجال الاجتماعي الاجتماعي فهناك ثمة التقضاب يعانون من الإحبار المرسي وإذا كنا نقوم بتعليم أفضل أو يعانون من التعليم أفضل ما هي العائل أو الإستراتيجية التي تساعد الطالب لكي تدرك سعوبة التي يعانونها وبالتالي نحن نريد أن يكون هناك في مجال الاجتماعي يعني، أحدث عن جول الموظمات المنطقة وكان يدرك الموظمات المنطقة يعني، لأن الموظمات المنطقة يعني، لأن الموظمات المنطقة نوعية 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 داخلية مش مشكلة طبعا الايتام يعني عندهم مشكلة كبيرة جدا للوالد لغايا مش موجود او الوالد لغايا مش موجود فطبعا دي عندهم يعني المشكلة مشكلتين وثلاثة وارفعة مع قدر. فبالنسبة للايتام تعمل لهم عنشطة مختلفة. عنشطة مختلفة الخلاف اللي هو الكفاءة العادية. قال لي بالكم الكفاءة دي مش كفاءة. الفلوس ده احنا بنقضع علشان الايتام بيديكم مثلا ثلاثين دولار في الشهر. صح? تقريبا. تقريبا. اه في مجمعين بنت عشرين دولار في الشهر. شوف الشيق علي القراداري كادة ان يذبحني في مؤتمر عام. وانا بقول ايه? وانا بقول ايه? ان الكفاءة تلاثين دولار وعشرين دولار وخمسين دولار لا تكفي. انا عايزها مش اقل من مية دولار. مش اقل من ايه? من مية دولار. حتى هنا. ها? حتى هنا. سمعيني? فرد علي. قال لي بتعالت لما الشيخ يختلف معك. تخاف. تديك فتوة. تدخلك الاب. صح? ما شرح كلمت يكفرها دكريح. كلما دخل عليها المباحبة ما تباعش عندها.第二 يكفرها دكريح معناها. معناه انه يعامل مريم عليه السلام زي بنته. بالضبط. الكلمة كفالة هي مرتبطة بمريم. مريم كانت عاشها فين؟ في بنت زكريا عليه السلام. تختازل دي عشان شيء تجاري وكاعلامي يعيشين وثلاثين دولار؟ لا. ده فيها ايه؟ جرم اخلاق. انا اعمل كفالة كاملة بان اعمل مساعدة ببرنامج المعامل. نجعل اخلاق ذلك اللي هو اعمل بعض الانشطة للاطفال دور بالسلام. انشطة رياضية انشطة ثقافية وده يزود الكفالة. زوجة. زوجة يا. لان انا التفرده بيروح ام الناس يا رجع البيت قاعد معمه. ما فيش اي امل ليه. فانا لابد انها املأ وقت الفراغ ده. فبدا ما حديره كفالة ثلاثين دولار. عاملها اربعين دولار. او خمسين دولار. وعشرة دول عاملوا انشطة تخليه ينام للمهارات بتاعتي. اعرض عليه في بعض الاطفال ما ميحبوش التعليم الجامعي. صح? هل كل ولدنا بنفس الزكاة? يا ميت حانديك سؤالي حانديك. اعزو منها مش هانديك. آآآ يعني آآ اه اعطرح حاجة يعني معضلة. انا ابني بيدرس مثلا خمساشر مادة في مدرسة. شغط في تلاتة او اربعة جدا. متوسط في تلاتة او اربعة وضعيف جدا في تباية. ده مش لانه هو وحش. لانه ما بيحبش يدرس تانين دور. فلو انا خليبته يدرس اللوما التلاتة او اربعة او ارمين دور قدل عالم. لانه ما تديره عشرة او اتناشر مادة. في الاخر بقوله يا غبي. يا غبي يا احمار. تسعت. كنت تسعت فريد. ما بيحبها الشباب. لانك نفردينها علي. فنضم التعليم احنا بنعملها مش كويس. فانت بالتاني تبتدي تبتشف مهارات الاطفال هم صغالين. علشان نخرجهم من احبادهم. هتلاقي في اطفال عندها قوة بدنية رائعة. هم تطلع في العلعاب الرياضية. في اطفال عندهم كالداع في الشعر في الادل في التمسيل في الالقاء في الحفظ. ها? الى اخير. في اطفال شطرة جدا في مادة ومدتين. في اطفال في الاعمال اليدوية شطرة جدا. وهنخرجهم من احباد ان انا اكتشف كنوز قدرتهم فيهم. من غير الباسورد. بتاعفتنش عالكمبيوتر? اللي انا بتتكلم انجليزي. اللي انا بتتكلف واحدة. اول. كل واحد فينا اسم الان. يا عمر. كل واحد فينا يا عمر هانتكلم باسورد. الان فراش العلمانية اتكلم. ابتلكم بداية شطرة؟ كل واحد في الارض. ماذا باشد؟ كل واحد! عشان لكم احكام! لا بقى خارج بقى يا مرحب كل واحد فينا كبشر عند الباسورد والفرقة بيننا ومن الصحابة ودولو عنهم ان هم من خلال ايمانهم ببتشروا الباسورد فأز بعهم الصحابة يعني من خلال دعف ايماننا مش عالفين ببتشروا فتايهين في الدنيا معي بتون ما انت مش عالف الباسورد بتاعتك بتبدأ تلفوا هلحب يبقى اول كلمة انها ونفسنا ما فجار خلال ما زله مسلا سيدنا فاكر عنده راسين وانا سيدنا عمر عنده تمن تمن ايام هوا هو وانت واقف كدا تبورك او اه سيدنا عمر كمتولة بكده بس كده بسم الله عشالله يخوف شوية. مبارك كم مليان يعني مبارك. انا كنت عندك رأس? هو عند رأس. انا عندي رأس بتنام. هو عند رأس لا تنام. انا عندي قلب لا يذكر. هو عندي قلب يذكر. تنامر الاعين ولا تنامر ايه? الافئدة. عن ذكر. انت عائل استدي للطفل ده الامر خليه انتك حاجة كده وكده ويبقى فرحان. كان في انا عادت برطة حاجة كده امس. ما تقولش للطفل ان انت 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 غللت. او الاجابة بتاعتها قلب. كان فان مدرسة بتقول له ايه? الاجابة دي مش للسؤال بها. الاجابة دي ممكن تبقى احسن. وهكذا. انا بقى اهلا انت اهلا احوان انت اهلا مش حد فيه. اهلا انت اهلا ايه ايه ده? تفرق في التعامل مع نفسية للطفل عندي انا. لما تخش هتديره المعونة دي كلها. تخش بفرحة تخش مش. تخش تقعب مع الناس. معايا اخوانك. اخبرك. فلو انت بقى لهم نزود الكفالة علشان نعمل برده لأسرار عشان نحبط. ده حق اللي انتي معايا. ازاكم مناخر. اه. اه. اذا المشاكة ايضا انا اخاته او انا اذا مش محصنة. منسلم على العصر مع المدرد مع واش كده بتنفع? العصر البدل? العصر المدرد? نعم. 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 اه. 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 اخر واحد. لايسوا. اه. ابي يد produced by johnson. اه. اص Blvd. ايضا w a فيما يتعلق ما كنت اتداخل لولا انني جمعت اه اه اربما اعتراض الشيخ لكم بخلال طلبكم الزيادة في كفرة. فانا رأيي انها يعني يعني اعتراض الزيادة في كفرة. اه لا لا اشيك ما اعتراض عني دولار انا ما تكون اكثر من كده. ايوا اعتراض على الزيادة. لا لا اعتراض على ان الزيادة دي مش كافية. يعني ان الزيادة هي حتى. قال بان معاملة ليتيم زي منك يعني. يعني يعني مسلا. وبياكد. بياكد هو اللي هي احمي الدولار مش كافية. اه. 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 لاني مناخل اخر. ثانية. اه المداخل الدخرة يا شيخ اه ذكرتم في بداية الحديث عن ان نشوائية العمل المؤسسية في المؤسسات الاسلامية. او ايش Rust سميها كما سملتموها بالدروشة. الدروشة يعني. فالمؤسسات الاسلامية ربما كانت في وقت من الأوقات مغطرة لانها تمشي على لأنها كانت تفتقد إلى كثير من الإجراءات أو إلى كثير من المعطيات لتنطلقها نحو المؤسسات الكبيرة التي تتمشي وفق الإجراءات لأنك في مصر كل شيء يتمنى الآن هذه المؤسسات الإسلامية في كثير من بلاد العالم عندما أرادت أن تجارب الأسانات الكبيرة فهذا يعني ذلك أن عمامها تحت كبير وما زال نحن قريباً لسنا على قبهة تحت في كل شيء فكيف بنا وأنتم يعني لكم إن شاء الله تجربة كبيرة نحن كأمة حتى الآن ندينا ثرارات نحن ربما لا نستطيع أن نضاح الغرض في التقدم المادي لكن من حيث مال ثرارات مزال نحن لنملك فأي تأخر نحن الآن فيه؟ عندما نتكلم التقدم العلمي والمادي هذا يعني أننا لا نتكلم عن النقص عندنا في المجال العلمي إذن أننا إذا أطلقنا العلم وقصاتنا لذلك العلم الذي أطلقنا في السعادة في الدنيا والأخرى وهذا ولله الحمد منكم فأين المشكلة الآن فيها؟ ثم إذا ما أردنا أن نخرج من العصر الدرجة إلى العصر المؤسساتي هذا يعني نحن أمام تحدي آخر وهو أننا دائما عمالنا ومؤسساتنا كلها قائمة على التبرع فهل نحن نتضيين بأن نأخذ ذلك المتبرع إلى القبز أو إلى الانخلاف نحو المؤسس؟ بمعنى بدل أن يتبرع لي للشريف أنا لا بد أن أجعله يتبرع لي مئتين كي يتبع جملة من الإجراءات حتى أصل به إلى ما أدري طبعاً بعين يليم الثاني بس نحاق شكراً نقطة أنه هو تعليق المتبرع مش هتعقل فوص متبرع أكتر إلا أنه ما يستطيع خاصة أنه ما تقوله من عشرة تبع عشرين لنتكون عندك حيثية الزيادة إنه مروح يجب أن يكون تواصلك مع المتبرع تواصل دائم في شرفية عالية في مصدقية عشان تقول له أنا بشرح لك أن اليتيم بكذا عشان واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة من نحن الشرعية من نحن التماعية ومن نحن مصدق بالأيتيم لنفسك حتى سن اليتيم في مدازة بتقولك ستاشر وثمانتاشر سنة ومدازة بتقول لك لغاية ما يخرج من الجامعة في مدازة بتقول لك لغاية ما يجد عمل وممكن يجد عمل لو عنده سبع عشر سنة او ربع عشر سنة او عشر سنة ومشار سنة مثل اكتر من قوة كن احنا مرتحين نفسيا لان تسارع القوة الكبرى كنا يجدديك مساحة في العمل بالمجتمعات الوقت اصبحت في قوة اوحادية. فرضت سلطتها على كل العالم. حتى على الخلفاء بتوعها. فاصبحت انت في نصيبك منها اللي هو الاسلام الفوبيا. مغد النظر. مغد النظر. مغد نظر. مغد نظر. مغد نظر. من اكنا عاشيك فيه هو اي هو انا. ما ننظر لجلس لهذا الامر. فيه قوانين جديدة. شئت ام ابيتك. انت حتى هتنفزها. او حتى تتبعها. لان ما عندكش قدرة على ايه انك تخترقها. انا اخترتها حيصرفك اله او بيه او جيب او ده. عافوا له عن مسألة. لكن المجتمع الدولي بمؤسساته بسياساته بسياساته بمؤسساته تغير مية وتوانين درجة في عشرين سنانة. مية وعشرين درجة بمية ميتة من درجة. يعني انا القوانين عندها دائرة برطانيا. اللي هو قصة اللي هو اه اه بيت الدعرة. اللي كان فتحه مسؤول اكسفام في هايتي. في الفين وعشرة. طاعة الزلزال. ده قدمت في شكوة في الفين وعشرة اكسفام قدمت تأرير. في الفين وعشر درجة الحكومة. جمع الفين وسبعتاشر حصل هوجه كده هوجه على اكسفام. فتحوا الموضوع ده تاني. عمل تغيير في كل قوانين في المؤسسات دي كمه. عامر الحاجة اسمي ان هي بتحمي المرأة والطفل من اي عمل من العمال دول. وجزء من القوانين الجيلة حكمة الحكومة برطانية دي ان هو لو كان حصل ده عام لك من عشر سنين اخترنا وانت موغش مش هنعبك. فاللي هم ببا. ما هم شرهم على نفس الدين وعنفس الثقافة وعنفس القيم. بيضع على قوانين لحماية المرأة والطفل. ايه هتنضع ايه? العملية مش عملية مال من اغلب الدول العربية منها بسم الله مش الله لكن عقلاها بسم الله مش الله يعني في رابر كده يخش عليه ويقول لك ايه? اجساب البغاج ويعقول الايه? العصافير. ما داخل رابر كده بسم الله. ايه يا السلام. ولما يتكلم يخبتك. مش فاب حاجة خالص. ليه تقدم الغربة عن العلم? عن العلم كله? لانه لانه تعلم دي انا برا واحد. وتعلم من اللي التعليم قبل يد من ابنان. من عمل انظمة. انت بتتكلم عن الحروب اللي كانت هنا الاول الجأسة. الغرب عمل حربين. عرب العمية الاولى والتانية. ما بين حربين اكثر من مئة مليون شخص مات. اتنين مليون امرأة من المانيا اقتصبنا. من قوات اللي هو الحلفاء لما داخل علمانيا. لما سقطت برلين كان فيه نساء دخلوا للدكاترة علشان يدوهم حق ان يموتوا نفسهم عشان ما يوتصبوش. نصف مليون طفل غير شرعي. من علمان. شبخن دويتش. الاعظم دولة في العالم كانت في رجل. اتنين مليون امرا عمتوا سيدنا. اخبار. فمانين اقول الناس دي عملت بعد الحرب العالمية قولة تاني على خلاص كفاية مش حروب. نقعب مع بعض. نرجع النقطة بتاعتني. نقعب مع بعض. عشان ننسق ونتكامل ونساعد الخويب من الطائفة. في تحدي الروبي. من خمسة واربعين تحدي الروبي انشئ في حاجة وستين بعدها بعشرين سنة مش حرب. فيش حرب. كنت عسكرية. بالتنصيب يعني. لكن هما بدأوا بالعلم. وبدأوا بناء الدول. وبناء المؤسسات. وبناء الافراد. يعني مسلا يعني بقالنا دي وقتين. يعني في في صراع في بريطانيا على نقرب من الاتحاد الروبي. من خرقش تحدي الروبي. جيد رئيسي بالوزراء الجريد. للبرلمان اللي عنده سلطة. البرلمان عنده سلطة عشو ما عنده سلطة. قال واحدة وثلاثين اكتوبر. احنا خارجين. البرلمان قال لي لا. من غير الافرادة مش حروب. صوت مرتين ضده. بما فيه حزب بتاعه. الجريد ده اه. كانت تقول لفوق اللي فات. امس مجلس الشيوخ اللي هو اللي فوق طلع قانون. قانون. اصبع بقى قانون. ممنوع الخروج من الاتحاد الروبي بدون اتفاق مع الاتحاد الروبي. وكان عايز اخرج ايه? فانكوش. كورسي فوقلوب وكده وضغل من ليلة. لأفلامه مصرية قديمة نفكر لنا. بوم. ليلة احنا في مؤسس اسمها ايه? البرلمان. في مؤسس اسمها ايه? المجلس الشيوخ. وفيه شخص في الشارع بتعلم خرق. يوم بورش جونس القاد حواليا في اللي هو البحاطة البرلمان الخمس السابيع. الشارع نزرع عطول. نفس اليوم. بدون ترتيب من جراس بفوق اسكتلان دا الغاية ينروف بجانب برطاني. لاني فيت عليه كي واعي. عند الشعب. شوف بقى عن ايه ماشي الزج? عندك دهب و اي يعني? عندك او ايه يعني? اخنى منهم? انت مش اخنى منهم? الغنى يا اخنى اسمه ايه? يوسف. يوسف و ايه شديد. افتني في سمع مرات. يوسف. انت بتاع زيخة او بتاعنا? انت اللي بتاع النسوان جلي ووراك انت يوسف? ماذا? انت اللي كانت خمس سوء كنت من دمر فصدق 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 او من دمر فصدق كذبين. انت يوسف انت? ايه نعم. ايه نعم بنتا. يا اخنى. انت خطعنا يجيرونها عشان ده? الله يه. احنا بدأوا تعلمهم من اخطاقهم. اتعلمهم من اخطاقهم. احنا احنا وحنا نبص في الثروات الافريقية كلها لزيك في ناس هنا عايزين ينهجوا افضلقين لان احنا رفضين نعلم الناس رفضين نوع الناس رفضين نحارف الفساد لان في عندنا سلطات بتتحاول انها تدعم الفساد عشان هي تستفيد فانت مش غاني لو انت عارف غاني هو مين اللي عنده هو مخ وعق ومعلومة ولماذا انت ما اروا منها غاني دولة العثمانية اللي ما انشأت من ثمان كورونا او الساعة كورونا داليبا كانت قبائل جايه من الصين نعم انتوا فكنا في قضايا دول هم هم نفسوهم فانا جايين عشان هي دول ساعد الدولة السراجقية اللي كانت موجودة في اقوانيا كانش عكس ماتركين معاي عقلوزي اللي بص النسوان دولة اللي بص الموغين اللي بصانوا عند مين ده دولوا عنده قلتوا انا حولي عبدالله اقولي عبدالله اجيرة الموغين خرجوا في القبائل على الخيول وعلى الحمير وانساهم خرجوا في القبائل انا ما بتهاجم المنتهى المنتهى وانساوا الاطلاعين فانا عندهم هادف واحدة انا مهمة جدا هادف واحدة ان هو يساعدوا الدولة السراجقية بتمسج الاسلام في الواطنة كانوا تهدف لكن شخصيتهم كانوا خير كانوا مقاتلين كانوا مؤمنين وكان عندهم ولاء غير عادي القائل بتاعهم خصائص لبناء مجتمع مشي من الصين لغاية ما وصلوا من ايه حدود تركيا من غير مكانيات بس بالرؤية وبالهد وبمحافظتهم على القائل بتاعتهم بعد كده هو مات الاب ومات الجد والاب الاخر والابن الصغير اللي هو اسم عثمان هو اللي بلأ يعمل الدولة العثمانية حتى ما جانش اسمها دولة العثمانية كيف ايامه سموها بعد كده دول كان عندهم كان ايبا هتقول لي حبة حمير وحبة بغال مش بازاي كنت وبسم الله ما شاء الله من المعات الماليين دولة وشافوا مجاعات كانوا بيحرمي كانوا بيحرم كل من مواطن دهم من المغول ومن المسحيين ومن اللي هم لا هم المسحيين ومن التاين هم ومن المسحيين ومن المسحيين ومن المسحيين كان فيه من اعمامهم وخلالهم واخوانهم 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 خوانهم يعني كان اعداء من الداخل من خارج لكن هدفهم وارح ورؤية المواطن من غير الامكانيات بعد كده عمل الامكانيات وده اللي عملهم الغربة احنا عندها الامكانيات بس ما عندنا اجدها ها؟ عندهم فيه فكر فيه رأس من غير فكر ايه يعني فيه رأس من ايه ايه انا محمد الله يا محمد الله وده اللي عايز يصلي يا الشباب اه 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 بريطانيا ما عندنا حاجز ما نقوم يعني شاب ما فيش حاجز ما عندنا نقوم اللي باقي النقوم دي عندنا احنا ماشا دول نقومة ما نكلمهمش بتاعوا حتى الفيزيوية بريطانيا باش كده اوكي لكن زيانا جون نقومة حكيب تشوف النقومة اقواعي الارشتوكراتين دول شيء مم ودلوقت هننتكلم عنها الدولة او في الغرب كله الفيلو تلاتة المكالية في المترول المترول اللي ما يتعلمونا يسميه اصلا البحث اعطي وفا Falle الفاقالة احنا الفانو من المترول طبعا الشارق الفريزي فهي الملول ضجر آه erreicht من المترول الجان المجام وليه فرد وكل الانان افتكار 500 هذا هذا الشارق الفريزي إيجاب بلدي عادي الماسس السفسر. شو ما ما حصل? انا هذا الانمال تأجيل. طبع. انا حديك سؤال تاني حديك. فرنسا لما كسبت كسل عالم السنة الانفادئة. وكان في واحدة نقطة. الافريقيا كسبت كسل عالم الفين وثونتاشر. صح? نعم. نعم. وزير خلقية الفرنس زعل ولا? زعل. طلع تصريح كله. بسم الله ما شاء الله بيض زي حلاتك ده. انت قبل تشوف شوع الحلو ازاي يصفر. اه وعنين خضرة. بص علي خضرة ازاي? ها? فجزائر من الله خير عايز تيجي تتنميني اهلا وسلام. ده اردي. وده دك نفس المنظومة اللي كانت مع ايطاليين. بقى لك الليبيا جزء من ايطاليا. بقى مارت ايه? الجزائر جزء من الفرنسة بقى مارت ايه? بقى مارت ايه? فده نرجع مارت ايه? ان الانسان وامانه ها? ودرجة علمه ووعي وانتمار وطنه. انتمار دينه وانتمار وطنه وامانه وعلمه ووعيه. ده كان فيه كلمة جميلة جدا قالها سيدنا عمر المختار لان هو لحرب مش فرمه. حرب انه. المعاركة لايست فرمه معاركة فيه طيب؟ رحمة طالب